السلام عليكم هذا فيديو جديد الثاني في سلسلة تمارين محو الأمية نحل بعض الأمثلة الآن إن شاء الله لن يكون طويل الوقت هنا كتبت هذه الأحرف في الموجودة في هذه الكلمات هنا هذه الصورة علمت على أساس أن هذه صورة دود خططت حول دود حتى تكون الصورة أوضح الصور قديمة لذلك قد لا تكون واضحة الأحرف هنا النون هكذا تكتب منفصلة هذه الحركات الضمة والفتحة والكسرك لا تحتاج أن تقلق بها ولكن تذكر أنك عندما تتكلم تستعملها هذه الأو والآ والإ ولكن عندما نكتب نريد أن أحيانا نحتاج أن نكتبها حتى الذي يقرأ يميزها عن كلمة أخرى لذلك مهم أن نعرفها لكن إذا لم تعرفها الآن لا يهم لكن أعرف أنها موجودة وهي الحركات الوحيدة التي يتعرض لها كل حرف إلا أحرف العلة حرف الألف مثلا لا يأخذ أي حركة من هذه الحركات لهذا يسمى حرف علة يعني مشكلة حرف مشكلة لا يأخذ أي حركات حرف الوا واليا وهذه كل أحرف العلة الألف والوا واليا الوا واليا أغلب الأحيان يأخذ حرف الفتحة حركة الفتحة الكسرة والضمة ثقيلة على الوا واليا لذلك أغلب الأحيان لن تراها ولا نستعملها لكن أحيانا تستعمل ولكن تكون مستثقلة الفتحة دائما أسهل الوا والإشي على الوا واليا فهذا الحرف موجود في هذه الكلمات وهذه الحركات التي يتعرض لها الو والآ والكسرة و أه إه هذه الألف أو الآ تلفظ آ في الكلمات هذه الرأ وهنا هذا يكون هنا حرف آخر إما لنفرض أن عندك هنا ميم فيكون هذا الرأ حرف هكذا يكتب يتصل بها مر هنا تصبح كلمة مر ولكن إذا هنا كتبت هذه الإشارة تستطيع أن تضع أي حرف آخر ويكون هذا الحرف إما وسط الكلمة أو آخر الكلمة حرف الرأ وكما قلت يلفظ إما رو را أو ر هذا حرف آخر حرف الفا ف ف أو ف هنا في آخر الكلمة أو أول الكلمة هكذا يكتب أو منفصل في وسط الكلمة يكتب هكذا هنا يكون حرف آخر وهنا حرف آخر وفي آخر أول الكلمة هكذا يكتب ف ف السين هكذا تكتب منفصلة في أول الكلمة هكذا تكتب في وسط الكلمة تكتب هكذا وكما قلت تأخذ كل الحركات أو الثلاث حركات س س والس الباء هذا حرف الباء هنا منفصل هذا هو الباء أو في آخر الكلمة هكذا يكتب في أول الكلمة هكذا يكتب في وسط الكلمة هكذا يكتب لسرعة التذكر أو إذا انتبهت هذه الأحرف المنقوطة لاحظ أنها في كل في وسط الكلمة دائما هي السن هذا السن هنا سن النون وكيف أعرف أنه سن النون لأن هناك نقطة واحدة فوقه فإذا كان السن وفوقه نقطة واحدة هذا هو النون هنا سن في وسط الكلمة يكون وتحته نقطة واحدة فيكون هذا حرف الباء هنا كما سنرى يكون حرف تحته نقطتين فيكون حرف الياء سن فإذا كان سن واحد وانتبه إلى النقطة فتعرف ما هو هذا الحرف هنا الباء هذا كما قلت آخر الكلمة وأول الكلمة عفوا منفصل هنا في أول الكلمة هنا في وسط الكلمة سن وتحته نقطة الياء هنا تكتب هكذا منفصلة أو في آخر الكلمة هنا في أول الكلمة هكذا تكتب هنا في وسط الكلمة سن وتحته نقطتين ياء أحيانا كما قلت تأخذ الحركات ولكن ثقيلة الياء والواو يو أو يا يا أسهل شيء لأن الفتحة سهلة على الواو وعلى اليا الضمة وو وإ تكون صعبة أو ثقيلة بقي عنا حرف الدال هذا الد في أول الكلمة وآخر الكلمة هنا في وسطها هكذا أو في آخرها ووسطها هكذا يكتب هكذا يكون في الوسط وفي الآخر فقط يتصل به حرف في أول الكلمة يكتب هكذا أو إذا كان منفصل الواو هنا الواو كما قلت تأخذ الفتحة سهلة الفتحة عليها فتقول و في أحيان كثيرة تكون ساكنة لا حركة عليها هي ولياء الواو في أول الكلمة هكذا أو منفصلة وهنا إذا كانت في داخل الكلمة وفي آخر الكلمة هكذا تكون هكذا ترسم أو تكتب الواو الآن تستطيع مقارنة البحث عن هذه الأحرف هنا وحاول ربطها مع هذه الصورة حتى تعرف أي كلمة من هذه الكلمات تعبر عن هذه الصورة إذا عرفت أي كلمة فتبحث عنها فتجدها تضع علامة تحتها هذه الصورة أيضا أعتقد أنها ليست واضحة ولكن المفروض أنها صورة الكوسة النبات فهذه هنا بعض الأحرف في هذه الكلمات الباء في آخر الكلمة ومنفصلة في وسط الكلمة سن وتحته نقطة في أول الكلمة هنا الواو مرت علينا قبل قليل الواو هنا الكاف إذا كانت منفصلة أو في آخر الكلمة هنا الكاف في أول الكلمة وهنا الكاف في وسط الكلمة هنا السين في منفصلة أو في آخر الكلمة هنا في وسط الكلمة وهنا في أول الكلمة عندنا تبقى النون منفصلة أو في آخر الكلمة داخل الكلمة سن وفوقه نقطة وفي أول الكلمة تكون هكذا ثم يتصل بها هنا الشيء الياء سن وتحته نقطتين داخل الكلمة أو في أول الكلمة تكون هذه هكذا يكون شكلها عندنا الآن الراء ومرت علينا قبل قليل كما قلت هكذا في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة لا يتصل بآخرها شيء الراء ولا الواو هنا في آخر الكلمة أو منفصلة أو في أول الكلمة بقي عنا الزاي هزاي نفس الراء هكذا في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة هنا في أول الكلمة هكذا تكتب طبعا كل هذه الأحروف تأخذ الحركات الثلاث أو أ أ فتقول ز ز وز مرت علينا السين الألف آ نسميها ألف ولكن نلفظها آ لا تأخذ أي حركة بقي عندنا أعتقد غطينا كل الأحرف هنا هنا صورة أخرى هذه الأحرف الآن هنا عندنا الفاء الفاء في أول الكلمة في آخر الكلمة أو منفصلة هكذا في وسط الكلمة هكذا فاء فاء تقريبا نفس الأحرف التي مرت معنا قبل قليل فأول الكلمة هكذا تكتب النون في وسط الكلمة هذا السن فوقه نقطة الزاي كما قلت في وسط الكلمة وآخر الكلمة في أول الكلمة أو منفصلة الراء في أول الكلمة أو منفصلة في داخل الكلمة أو آخر الكلمة هذه الراء فتقول را، رو أو را، زا، زو أو زا، نا، نو أو نا، فا، فو أو فا السين لاحظ، ركزوا على نفس الأحرف في كل هذه الأمثلة حتى يتم التعود عليها هذه السين في وسط الكلمة هذه في أول الكلمة فهذه السين في آخر الكلمة ومنفصلة وسط الكلمة، أول الكلمة سا، سو، تس عندنا الكاف الكاف، هذه في أول الكلمة، هذه في آخر الكلمة أو منفصلة وهكذا في وسط الكلمة هنا يكون حرف وهنا حرف آخر فتكون في وسط الكلمة هكذا، في أول الكلمة هكذا، ومنفصلة أو في آخر الكلمة هكذا كو، كا أو كا تبقى عندنا الألف فتكتب دائماً هكذا إذا اتصلت أحياناً بك حرف، تكون هكذا متصلة هذا شكل الألف أو الآ لا تأخذ أي حركات كما قلت سأضع علامة على الجواب لكل سؤال الجواب لهذه الصورة هي دود هذه الجواب هنا كوسة ديك هذه الأحرف بالعربية فقط أريد أن ننبه عليها تنبيه سريع هذه الأحرف هنا تقال لها الأحرف القمارية بعد حرف الأل دائماً تلفظ هذه الأحرف فتقول الباب الجامع الحارة اليار العمل فكل هذه الأحرف تستطيع أن تبحث عنها وتمرن عليها فيها حرف ناقص هو الميم يجب أن يكتب الميم هذه أحرف قمارية تسمى قمارية لأن القاف تلفظ في القمر فيقال أحرف قمارية لأنها كالقاف في القمر تلفظ بعد الأل عفواً الأل تلفظ معها فتقول القمر الباب الجامع هذه الحروف الشمسية فلا تلفظ معها الأل فتقول الشمس التين الثروة الدار لاحظ الأل لا تلفظ شكراً على الاستماع نراكم في الفيديو التالي إن شاء الله السلام عليكم